موسيقى أعرف بحكم الجربة هذه المباراة صعبة قليلا لماذا؟ لأنه خاص من لغة الأماع ماشي ميصر ماشي الجزائر ماشي تونس ماشي الكاميرون ماشي نيجيريا هادو بينين واضحين معروف السيل دياله معروف اللعابة دياله مالكونغو غامضة رغمان أنه ما بينيش اللعابة دياله تجد السبوات المغاربة تعطيه جو سمية دياله لقد ماشي وقد قدت أن تجده جميل نيجيريا وقد أعطيه فرق الجزائر يعني ماشي كيف شك يلعب مني هذا لم يكون معروفين وعندما يتلعب في المجهول وحد تيران فهمتيني عندهم تمامك لا أتعرف كيف سيكون هذا كثيرا يعني المباراة صعبة جدا جدا فهمتيني أنا لكان شيدكاء من عنده المدريب أو المعنده نسبولين فقص نجيروا مباراة ديالداب تمامك بأقل خسائر بأقل خسائر ولكن نعتقد أنه في المباراة ديالروتوة في المغرب لأنه قد تلعب قدام الجماعي المغربية وكان عرفوا المنتخب واطم يلعب قدام الجماعي المغربية يكون لي حافز معنوي كبير وداعم كبير له فعني على الورق يبال المنتخب واطم المغربية أفضل ولكن كورما فاشل منطقة قد تلعب دوحة الفارق غامض خاصنا نجيري وذلك الفارق بالتي أحسر بأقل خسائر ونجي ونعتمده على المباراة ديالروتور من الحواج اللي مزياني أنه حيت قبل سمعنا بأنه سيوقف بوفال وبوفال كترف في المباراة الأخيرة وكان من اللاعبين المؤثيرين في المنتخب واطن المغربون كان كدير الفرق من سمعت أنه بعد ذلك الأحداث بأنه سيوقف وقلت بحال شي فريق حيت عنده جنة حيت تري واحد وخليتيه بحكم أن بوفال مقلعد هذه الأيام وكيد الحمد لله لذلك سيكون حاضر فأكيد سأعمل معنى ويدي لللاعبين ويعطي واحد دفع كبير لللاعبين وكان أعرف بأنه في هذه المباراة يدد خوصه من يومها غامضة وأغلبية ترجع للدفع وكتابع للليقونطر لما كان لديك واحد اللاعب لك يدير الفارق لك يعرف يدريب لي ويديرك الفارق بوحده تقنيا بحال بوفال لذلك تحصل ولكن الحمد لله عدنا وعدنا حتى كذلك من الجيال يومنا الحكيمي لتحوى كيدير تفوق العادة دي بالضغط العادة دياله فأنا كنشوف بأن المباراة تحسن في المغرب إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر